هو ده هو ده كلامي اللي تقال وبالمناسبة أنا فخور جداً أن أنا رجل أنتمي لهذه القارة الأفريقية مهما كان لوني ومهما كان جنسي ولكن أنا فخور أن أنا بتمي بالقارة الأفريقية وفخور أن أنا عندي مدير فني بينتمي للقارة الأفريقية وحفظ الوقت في ظهره وبيعمل تجربة نكحة بهذا الشكل قولوا بس أن التجربة نكحة هو ده اللي أنا عايزكم تعملون المفروض الكل يفتخر بهذا الأمر مش أي حد تاني عشان شعره أصفر وعنيه خضرة يقول لك أصلا هو بيجرب أو بيعمل ولكن لما تيجي على مسيماني تقول أصلا هو مدرب وحش على طول بسم الله الرحمن الرحيم مدرب وحش مسماني مدرب وحش خش في اللي بعده أي حد تاني ممكن يكون بيجرب ممكن يكون الإجهات سبب ممكن يكون مش عارف إيه سبب لكن إن هو مسيماني لا لا ده وحش لازم يمشي بالأهل أنا بشوف حاجات غريبة جدا والله معرفش هالجمهور الأهلي معايا في هذا الأمر أعتقد إن الجمهور الأهلي معايا لأنه كل المكالمات اللي بتجيلي أو أنا لما بيجي أطلع أتكلم في موضوع بأطلع أتكلم فيه ليه بأطلع أتكلم فيه لأنه بلاقي الناس كلها بتتكلم فيه الناس كلها عندها يعني ممكن يكونوا إحنا بنا وبن بعض جوانا كده بننتقد مسيماني مفيش مشكلة ننتقد ننتقد أداء مباراة ننتقد كذا ننتقد كذا ولكن بهذا الشكل وبهذا المنظر زي ما قلت لحضراتكم فيسا غير وتقال إن هو غير مانويل جوزي غير وتقال إن هو غير ليه مسيماني ما بيتقالش إن هو غير ليه مسيماني ما بيتقالش إن هو نجح مع النادي الأهلي على فكرة مسيماني ينتقى عقده نهاية هذا الموسم بعد نهاية هذا الموسم ممكن جدا يمشي محدش عارف إلأ substantial بكرة ممكن يجدد ممكن يمشي لسة مابانش لكن في النهاية نجح نجح في النهاية استفاد من النادي الأهلي طبعا استفاد من النادي الأ有一 ما فيش حد بيخش向ه النادي النادي ولو ما باستفدش حب جمهور لو انت بتاخد عشرة جنيه في النادي الاهلي لو مشيت من النادي الاهلي انا مش بكلم على بيتسو موسيماني ولكن انا بتكلم على اي حد دخلت النادي الاهلي خرجت من النادي الاهلي حاجة تانية منوال جزي دخل النادي الاهلي خرج من النادي الاهلي حاجة تانية وخد على ده كتير وخد ده من ده كتير الرجل اللي كانت شغال بيسيرو المدير الفندي للنادي الاهلي السابق او الاسبق لما قال لك أوحش قرار أو قرار أكتر قرار ندمت عليه في حياتي وانا نسبت النادي الأهلي رغم ان هو ساب النادي الأهلي ليه عشان بورتو البرتغالي اللي بينافس في دوري أبطال أوروبا في ذلك الوقت والله انا مشان اللي قلت هذا الكلام هو اللي قاله ممكن حضراتكم تروح تشوف عشان ما تقولوش بس انه هو اللي قال الكلام ده بسيرو فقدوا لمسيما ايه حقه مفيش مشكلة مفيش مشكلة ان احنا نقول ما عندناش مشكلة ان احنا نقول ان المسيماني كويس او مفيش مشكلة لو قلتو هذا الكلام ومعاه برضو اليويفا لايسنز اللي هي اليويفا برو لايسنز اللي هي أعلى شهادة التدريب في العالم زيه زي تخل زي جوارديولا جوارديولا بالمناسبة اللي اتغلب بين توتنام مبارح ولا أول مبارح ادو لراجل حقه ده اللي انا بطلبه وده اللي انا اتمنى ان انا نشوفه لانه مهم جدا 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 كل واحد بيشتغل بيبقى عايز يشوف نتيجة شغله بيشتغل بيشتغل بيشتغل